السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا سوف أقدم اليكم اليوم تفسير رؤية النوم في المقابر أو المقبرة في المنام ونبدأ برؤية معنى النوم في المقابر للرجل أعباء الحياة لا حصر لها ويمكن أن يصاب الفرد بحالة من فقدان الأمل والإحباط في حياته الأمر الذي يتسبب في رؤية الكثير من الأحلام غير الجيدة والتي تأتي متمثلة في أن يرى نفسه ينام وسط المقابر ولكنها داخل البيت فأن هذا يدل على أنه يعاني من مشاكل كثيرة مع زوجته إلى جانب قصرة الأعباء والمسؤوليات التي تقى عليه كما يمكن القول أن هذا الحلم يرتبط بحدوث مشكلة أو التعرض لبعض الخسارة من يرى أنه ينام وهو حزين في المقابر يدل على أنه يمر بحالة نفسية سيئة يشعر بالوحدة على الرغم من وجود الكثير من الأشخاص حوله وعندما يرى الرأي النفسه مستغرق في نومه وكانت الكبور مفتوحة يدل على أنه يعاني من خسارة أحد الأشخاص المقربين منه تفسير رؤية النوم في المقابر للمطلقة النوم في المقابر دليل على الطاقة السلبية الحالة النفسية السيئة التي تمر بها الكبور المفتوحة بتدل على أنها تعاني من فقر وخسارة في المال إلى جانب بعض الحظ السيء وعدم القدر على الحصول على ما تريد من كانت تنام هي وزوجها الصابق بين المقابر يدل على أنها تعاني من بعض المشاكل والخلافات معهم إلى جانب مشاكل في الحياة العملية والخلافات مع العائلة قد يرمز الحلم إلى رغبة الرأية أنها تجد السبيل الوحيد اللي بيخلصها من المتاعب في الحياة فهي بتبكي وسط القبور تلك الرؤية يمكن أن تكون دليل على الفرج على الوصول إلى المنالة الذي تتمناه على الرغم من عدم القدرة على تحقيق ما تريد في الحياة فأنها إذا رأت أحد يوقظها من نومها وسط المقابر فأنها سوف تحصل على الفرج وزوال الهم من الله سبحانه وتعالى تفسير رؤية المرأة الحامل تنام وسط المقابر المرأة في فترة الحامل نتيجة الشعور بالتعب والضغط النفسي كثيرا ما ترى أحلاما مزعجة ويمكن هذا الحلم من ضمن الأحلام التي لا يعني لها معنى واضح في التفسير فمن ترى هذا الحلم يكون دليل على تعرضها لبعض المشاكل الصحية أثناء فترة حملها فإذا كانت نائمة بتبكي فممكن أنها تشوف نفسها نائمة في المقابر دليل على الضغطات النفسية اللي بتعيشها في الفترة دية من أحزان وهموم في حالة واحدة فقط يكون الحلم دليل على الخير إذا كانت ترى في المقابر في صورة جيدة وتنام وهي تشعر بالراحة فيشير إلى أنها سوف تلت طفل بصحة جيدة غالبا ما يرمز الحلم إلى عدم قدرتها على تحمل الفترة الصعبة من الحمل وخاصة إذا كانت في شهور حملها الأولى إلى جانب ذلك فإن كان زوجها يحاول إيقاظها في المنام ولكنها لا تريد هذا يشير إلى وجود الكثير من المشاكل الزوجية بينهم سواء كانت حسد أو حالة نفسية تفسير رؤية النوم في المقابر للمتزوجة لا شك أنه دليل على كثير من المشاكل التي يمكنها أن تؤثر بصورة سلبية على حياة الحلمة فالرؤية بتعبر إنها حزينة أو بتواجه مشكلة نومها بمفردها في المقابر إشارة إلى بعض المشاكل في حياتها الزوجية تعرضها لأزمة مادية تعرضها لمشكلة صحية أشار بعض العلماء إنها إذا شافت نفسها نايمة في المقابر يعني إن شخص من أهلها سوف يتوفاه الله في القريب إذا كان يوجد شخص مريض في عائلتها من رأت في المنام أن أحد القبور مفتوحة تعبر عن الإصابة ببعض المرض أما إذا كانت تبكي بصوت منخفض على أحد أقربها المتوفيين في المقابر ومن ثم نامت فيها دليل على خروجها من الهم والأحزان اللي كانت بتعيش فيها الحلم بيتضمن خوف من المقابر والشعور بالقلق فقد يكون دليل على قصرة المسئوليات اللي بتتحملها المرأة وعدم قدرتها على التحمل فبتنام تحلم الأحلام اللي زي كده اللي هي بتعبر عن الضغط النفسي فبنقدر نشوف الأحلام دي هي ما بتبقاش أحلام حقيقية نقدر نفسرها قد ما هي بتبقى ضغط وكبت نفسي للمرأة المتزوجة رؤية النوم في المقابر للعزباء رؤية أنها نائمة في أحد القبور يدل على الضيق والحالة النفسية السيئة اللي بتعاني منها النوم داخل المقابر بيدل أيضا على تأخرها في الزواج إذا كانت نايمة في المقابر وخيفة من شكلها يعبر عن خفها من فكرة الزواج في حد ذاتها الرؤية يمكنها أن تشير إلى عدم القدرة أنها مش قادرة تحقق الأحلام والأمان اللي هي بتتمناها النوم في المقابر ومش قادرة تستيكز يشير على عدم قدرتها على تخطي المرحلة الصعبة اللي بتعيشها إذا ترى هناك شخص ما يوقزها من نومها ويخرجها من هذا المكان فالرؤية تعبر عن الزواج من هذا الشخص وقدرته على مساعدتها في تخطي الأوقات الصعبة إذا كانت الفتاة لا تريد النوم ولكنها نمت رغما عنها في المقابر قد يكون هذا دليل على تورتها في بعض المشاكل دون قصد وعدم القدرة على الخروج من تلك المشاكل بسهولة وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته